السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضاء النشاط العلمي للسنة الرابعة القدائي الوحدة الثالثة إذن يوم سننطلق مع الوحدة الثالثة في درسها الأول وحصتها الأولى احتياجات الكائنات الحية في الصفحة 38 من كتاب الفضاء إذن هدف هذه الحصة هو أن يتعرف المتعلم احتياجات الكائنات الحية يعني شنو هي الحاجيات شنو كتحتاج الكائنات الحية باش تبقى على قيل الحياة باش ما تموتش شنو أخصى نوفر لها من احتياجات إذن نبدأ بالملاحظة والتساؤل وضعت فرحانة في غرفتها سلحفات وأصيصا به نبتة خضراء ونعاء وكانت تسقي سلحفاتها ونبتتها ماء كل يوم وبعد أيام ثلاثة أيام مردت السلحفات وقلت حركتها أما النبتة فاصفرت وذبلت استغربت فرحانة لما أصاب سلحفاتها ونبتتها رغم أنها كانت تسقيها إذن هنا شنو المشكل؟ شنو المشكل؟ المشكل هو أن كل مثلا الكائنات الحية تتكيف مع وسطها فرحانة كنت تعتقد بأن النباتات تحتاج للماء فقط هذا هو دب الإشكال وهذا أعتقد كان عندنا حتى في الصغر قبل ما نعرفه وقبل ما ندرسه هذه العلوم كنا نعتقد بأن الماء هو الحل ولكن هناك احتياجات أخرى كذلك بالنسبة للسلحفات لا بد لها من احتياجات أخرى إذن هنا هذا هو السؤال اللي غد نطرحه اليوم شنو هي الاحتياجات دي الكائنات الحية لتبقى على قيد الحياة؟ إذن التساول الذي سنطرحه اليوم ما هي احتياجات الكائنات الحية لتبقى على قيد الحياة؟ لماذا نتكلم عن الكائنات الحية؟ هناك الكائنات الحية يعني الحيوانات والنباتات لأن شنو هي المواصفات اللي كتخلينا نعرفه واحد الكائن حي وواحد الكائن ليس بحي وهي هناك للتفريق بينهما لأن الكائن الحي هو الذي يتنفس الكائن غير حي لا يتنفس الكائن الحي هو الذي ينمو كيزيد كيكبر الكائن الحي يتكاتر يتوالد يحافظ على نوعه ثم الكائن الحي يتغدى يتغدى إذن وبالتالي هنا يتحرك يتحرك بمحضة إرادته بطبيعة الحال إذن هنا الماء إذن شنو هي الافترادات اللي؟ يتغدوا الماء والهواء والضوء والأمناح المعدينية والغيداء الغداء بالنسبة للكائنات الحية الحيوانية كذلك بالنسبة للحيوانات تتغدى على الماء والأمناح المعدينية الكائنة النباتية إذن هذه بعض الافترادات إذن ننتقل إلى أفكر ثم أنجز إذن لمعرفة احتياجات النباتات إذن هنا في هذا النشاط نتحدث عن النباتات قد نشوفوا شنو هي الاحتياجات نتعى النباتات أقوم بالتجربة التالية مع زملائي وزميلاتي باعتماد أربع أصص يعني سأخذ أربع الأصص هذا أصص، هذا أصص، هذا أصص، هذا أصص، هذا أصص في كل أصص النباتات من نوعي نفسي سأخذوا نفس النباتة لماذا نبدأ النباتة؟ لأن لا يقال بأن الجربة ربما القضية سأخذ نفس النباتة إذن هنا أخذ نفس النباتة ثم نعرض النباتة الأولى للظلام هنا أولا نبدأ من هنا لن نعطيه النباتة هذا الضوء هذا كين الضوء وكين الماء وكين السقي بانطيضة يعني لا يكون هذا السقي أو المفرط لأن السقي يجب انطيضة لا يجب أن يكون تفرط لا يجب أن يكون أفرط يجب أن يكون وسط حسب حاجيته إذن هنا في الجربة وكينة تربة كينة تربة كينة تربة بطبيعة تربة خصبة صالحة للزراعة هنا لدينا غير ماء كينة الضوء ولكن ما كينة تربة في الجربة الثالثة لدينا لدينا الضوء ولكن ما لدينا كينة تربة الماء لم يكن تربة لدينا لدينا في الجربة الثالثة لا يوجد أن يكون الضوء لدينا الشمس يعني ظلام وكينة الماء وكينة التربة إذن في النهاية النتائج بعد أسبوع ما لحظنا لحظنا بأن في الأصيس واحد يعني النبتة يعني أصبحت يانعة و تنمو وخضراء في الأصيس جوج دابولت دابولت ونقص الماء نحن هنا يعني الجوذور امتصت الماء ولكن دابولت النبتة يعني لكي لا يقال بأن النبتة يعني الجوذور ما استطعتش تمتص الماء ولكن النبتة دابولت في الأصيس ثلاثة كذلك إصفرت النبتة لماذا؟ لأنها عدم وجود الماء كذلك في الأصيس الرابع إصفرت النبتة ورغم وجود الماء ووجود التربة إذن شنوها سنقرأ من هذا النتائج؟ إذن ماذا نستنتج؟ يعني أن الكائن الحي النباتي لكي ينمو ولكي يبقى على قيد الحياة لا بد من توفر الشروط الضرورية لها لا بد من توفر الشروط الضرورية إذا غيبنا غيب شرط يؤثر على النبتة إذن من خلال تجربة التجربة الأرباع ما سنستنتج؟ إذن من خلال الملاحظات نحن سجلنا ملاحظات إذن نستنتج أن لكي يبقى لكي يبقى أو لكي تبقى لكي تبقى النبتة لكي تبقى النبتة على قيد الحياة كيف تبقى نحن خاصة؟ إذن لكي تبقى النبتة على قيد الحياة تحتاج وهما الاحتياجات التي تكلمنا عليهم في العنوان تحتاج إلى ماذا؟ إذن في التجربة الأولى ما غيبنا؟ طربة تحتاج إلى الطربة تحتاج إلى الماء تحتاج إلى الثالثة تحتاج إلى الماء وفي الماء تحتاج إلى الماء وفي Standards الله وفي القاسس استاذ أول حاضر كرشي يجب أن يكون لهم حاضرين التربة والماء والطب والماء فيها أملح مادينية بطبيعة الحال هذه هي الاحتياجات للنبات لكي يبقى على قيد الحياة والتربة يجب أن تكون تربة تنخي سبق لا نريد أن ندخله في التفاصيل لأن إذا كانت عندنا التربة متى رملية سينفد الماء إلى عمق الأرض وإلى باطن الأرض ستبقى النبتة بدون ماء لأن التربة الملائمة هي التربة اللي فيها دبال وكذلك التربة اللي فيها تربة حية مخفش تكون معقامة ما فيهش كائنة حية إذن هذه العوامل اللي كتخلي مثلا جوش حقه المثال لماذا في بعض الحياة نجد حقلين متجاورين ولكن واحد عنده مردودية واحد ما عندهش مردودية لماذا؟ لأن السبب في ذلك هو التربة ينضب بالنسبة لهم الدو كحضر في جوج بالنسبة لهم الماء حضر جوج لأن الماء حضر جوج لأنها تساقطت في نفس البنك ولكن تلقى التربة مختلفة التربة لا تؤثر فما بالك إلا غيبتين الماء والضوء وكذلك العناصر الشروط الأساسية إذا ننتقل إلى النشاط الثاني أتعرف احتياجات الحيوانات إذا بعرفنا احتياجات النباتات دبعا نشوف احتياجات الحيوانات لكي تبقى على قيد الحياة وضعت فرحانة السلحفات في الحديقة فرجعت إلى حالتها الطبيعية بعد ثلاثة أيام إذا فرحانة اخذت ذلك السلحفات التي مارضت ورجعتها الواسط الطبيعيين تاعها لأن الواسط الذي يلائمها هو الحديقة خرجتها من الحديقة البلاسة أخرى لا تستعيش مزيدا لا تشعر أن يكون لديها نقص ولا تكيف مع ذلك الواسط لأن كل حيوان يتكيف مع الواسط الذي يلائمه الواسط الطبيعي لكن حيوان يعيش في الغابة وق Panther لا يتكيف مع الواسط فهدًا في الأحيان وق강 الماء لا ينطيع زياد وقال سبحانه في الماء وق Kellene Ciår سPerسiche لأحيانين ماذا نعيش لله اخذ تكيف لرچوية اكتم بمرح Labour اخذت الواسط. كل حالة الأجاب polity فرجعت غضاء لأن الحديقة لان السلحفات هي الحرية وهوائز الغابة أو doen وقل هيا إلى آخر إذن السؤال أحيطه بخط ما تحتاجه السلحفات لكي تبقى على قيد الحياة إذن السلحفات باش تبقى على قيد الحياة خصها إذن خصها إذن بالنسبة للسلحفات هل تحتاجه إلى الضوء؟ يعني هي تحتاجه إلى الضوء لكن ماشي بالدرجة لكي يحتاجها النبات يعني بتعبير آخر إذا أخذنا دب السلحفات وحيدنا لها الضوء أحد المودة هل ستموت؟ أم تمرض؟ لا لأن الضوء ماشي هو عنصر تحتاجه كل كائنة الحياة ولكن ليس بالأهمية مثلا التي يحتاجها النبات النبات غيبنا عليها الضوء فذبوا لتين نبتا إذن الضوء ماشي من الضرورة ليبقى يخلنا لكائن الحي الحيواني على قيد الحياة العشب نعم العشب لأن العشب هو غداء بالنسبة للسلحفات الماء نعم الماء هو من الضروريات التي تبقي الكائن الحي كالسلحفات على المسكن نعم نبدله من مسكن ثم الهواء التربة ليس بالضرورة التربة يقدر مثلا سلحفات تعيش في الرمو يقدر تعيش مثلا من داخل منزل ولكني لوفرنا لهذا الشروط هذا الضروفات وبالتالي وبالتالي إذن هنا باش نفرقوا بين الكائن الحي النباتي والكائن الحي الحيواني لأن هنا كيف يكون الفرق كل كائن حي وما يحتاج إذن هنا كيف سنستنتج ونستنتج أن السلحفات أن السلحفات تحتاج إلى تحتاج إلى الماء والهواء والغذاء والمسكن لماذا في الغضائية التي سبقنا لنا للماذا مريضة السلحفات لأنها غابة عنها العشب غيبات عليها العشب وعطتها غير الماء والماء غير كافي لأنها لا بد لها من الغذاء إذن نستخلص أبني خلاصة للدرس باستعمال الكلمات التالية النباتات والحيوانات كائنات حية لا تتشابه فيما بينها ولكن لها لإحتياجات نفسها لكي تبقى على قيدي الحياة يمشي نفسها مئة بالمئة ولكن إذن تحتاج إلى ماذا إذن تحتاج إلى إلى الهواء والماء والغذاء وبيئة ملائمة وهي المسكن إذن ننتقل إلى الضمير أولا أملأ الشبكة التالية واكتشف كلمة السر إذن أولا يزحف له قوقع إذن إذن هو الحلزون الذي يزحف هو الحلزون نبات كالتي تحميل الورد نبات كالتي تحميل إذن نباتات نباتات كالتي تحميل إذن زهرية مدام هي تحميل الورد فهي نباتات زهرية ضد بايوضة ولودة أعشاب وأشجار أعشاب وأشجار إذن نباتات نباتات النباتات إذن نباتات إذن كلمة السر هي حيوان حيوان هي هذه دونك هي رقم خمسة إذن نتقلو لكسيون دي جوكوش لابون غيبونس الننمال أبزوان بوغفر دردو دلاللميار لاللميار لا قلنا ماشي دارور لائر لأو لانوريتور نباتات نباتات للماء والهواء التغذية إذن هذا هو الجواب الصحح لائر لسومي لانوريتور موكين لائر ولكن هنا خصنا الهواء خصنا الماء هنا لسومي ولكن ماشي من الضرور يعني هنا غييب الماء تالي الجواب الصحح و الجواب التاني فإن ، لدينا أجل لعب من أجل الارض في مكان المصيد في مكان المصيد فإن فائد المصيد إذن ، لأننا نقوم بالمكان، نقوم بالماء نقوم بالماء وعلى الضوء هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة حول احتياجات الكائنات الحية من كتاب الفضاء في النشاط العلمي للسام الرابع